واستعدادا لعودة صلاة الجمعة بدءا من الغد في المساجد الكبرى أطلقت وزارة الأوقاف حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية وأكادت الوزارة استكمال علامات التباعد بكامل مساحات المساجد التي سوف تقم بها صلاة الجمعة كذلك مراعاة وعدم لازدحام أثناء الصلاة ويلقي دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة غدا بعنوان الأمل حياة وينقلها تلفزيون والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقلعة وتؤكد وزارة الأوقاف أهمية للتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين دعينا الله أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد